يمتد مشروع حي صباط الزراعي الواقع بضواحي مدينة زورات على مسافة مستصلحة تقدر بثلاث مائة وخمسة عشر هكتارا منها عشر هكتارات مستغلة تنتج يوميا عشرات الأطنان من الخضروات المختلفة فضلا عن التمور خلال موسم رقياطنا إثنان وثلاثون مزارع يزاولون النشاط الزراعي في 128 مزرعة في هذا المشروع الزراعي الذي يعتبر أول تجربة زراعية في المدينة المجمية تعتمد على تقنية معالجة مياه الصرف الصحي مزرعة بطخة صباط أهم المزارع لدينا لأنها محولة من الدشرة جافتها للدولة وقريجيتها يعني أحميتها بقرياج والتسرب من الصرف الصحي حي يعالج مياه الصرف الصحي وكغيره من المشاريع الزراعية استفاد مشروع حي الصباط من الدعم العمومي ضمن خطة عدتها الوزارة من أجل مساعدة المزارعين على مضاعفة الانتاج المندوبية عدلت لها دعم هذه السنة كيف السنوات الماضية قدمت لها مجموعة من المدخلات الزراعية ومجموعة كمية لها أسباب البدور وجاءت مملي في الوقت المناسب الوزارة العام طرات استراتيجية جديدة تمثل بناء مشاتل على مستوى الولايات وهي هنا استفادت من مستلة على دنالة مستلة فيها جميع المعارق وضروات وتعمل المرأة المزارعة إلى جانب الرجل من أجل استغلال أرض تير زمور الخصبة للمساعدة في توفير الاكتفاء الذاتي لسكان المدينة نحن هنا مجموعة من العليات نشوف هذه المشارع حي بطعة الصباط إن شاء الله ننتاج زين إن شاء الله نخاطرين نعودوا مع أخونا الرجل ننجوا ما نقومون تم قاعدين في الدار كعب علي الرجل نختاروا نعودوا نعاونوا عياننا ونعاونوا رواحنا ويعاني المزارعون في حي الصباط من مشاكل عدة من أهمها الانقطاعات المتكررة للمياه بفعل تعطل المضخات التي تزود المشروع بالمياه انطلاقا من أحواض يتم فيها تجميع المياه المعالجة التابعة لشركة سنيم ورغم المشاكل التي يعاني منها المزارعون فقد استطاعوا بعزيمتهم وقوة أرادتهم تغذية سوق المدينة بعشرات الأطنان من التمر والخضروات وهي كمية يؤكد المزارعون أنها ستتعزز بتوفير الكمية الكافية من المياه سيد أحمد البوكر سير